هلا بيكو ترابط قول عدادة هنحل المتحان من حفظ الدقالية في كتاب جيم هلا بتحام وحفظ الدقالية بتاع سنة اللي فاتت علي قصد زعية الأجاود his favorite hobby علي بيتكلم مع عادل عن هوايته المفضلة What's your favorite hobby? قاله playing football سأله سؤال قاله you Sorry, do you play it? قاله I play it in that هنا مكان يبقى أنا هنا where يبقى where do you play it? where do you play it? I play it in that عايزين بقى مكان لعب الكورة ممكن اكتب stadi ممكن اكتب club نادي أي حاجة يبقى in that club يبقى where do you play it? I play it in that club Do you watching matches? Do you like? هل تحب مشاهدة الأسلام? Do you like watching matches? Yes, I usually watch Liverpool matches Who's your player? Is your favorite player من لعبك المفضل? favorite player صلاح I like him because he is clever and kind أو friendly kind or friendly بقى دية المحافظة عم شوف البسجز و القطعة بتتكلم عن ايه القطعة بتتكلم عن an orphan girl يا بنت يتيمة اسمها أمينة حسني is an orphan girl she was born in bilkos in 2009 but she doesn't live there there هناك يعني بس لم تعيش هنا يعني هي اتولدت في الاس بس ما كنتش هيسر هناك يبقى there هنا عيدة على bilkos نحلها على طول كده الأم وأخت كمان وأخي يبقى هما قد ايه هي ومامتها وأختها وأخين يبقى هما كده five يبقى نختار five نحاول نقرأ الأسئلة الأول وبعدين نقرأ القطع عشان هي الحاجة الإجابة اللي لقيا مرح حطناه على طول هتوفر معنا وقت كتير she is good at all subjects فيها شطرة في كل المواد science is her best subject her best friend is Zainab they always walk to their school all teachers like them كل المدرسين بيحبوه after school أمينة helps her mother at home and helps her younger sister ساعد أختها صغيرة nanny with her homework في عمل الواجب in the evening she studies her lesson lessons she wants to be a doctor like her father هي عايزة تبقى دكتورة زي إيه زي بابو طيب give a suitable title for the best القطعة تتكلم عن مين أباوت أمينة حسني أباوت أباوت أمينة حسني أو أباوت أم أورفن جري عن بنت يتيم عم كده why do you think أمينة wants to be a doctor آخر قملة هي she wants to be a doctor like her father عشان تبقى زي يمين زي يبابو she wants to be طبعا ما كان ذي الدكتور like her father عايزة تبقى زي يبابو هلينة ديت باوت أمينة حسني إس آية ولا آية أورفن جري أورفن يعني يتيمة وهنختار معاها آمينة إس زين هير سيستر أمينة طبعا أكبر لأنه أختار أصغر منها أولدر زي رار قلنا five ميمبرز تعالوا بقى لتشوز you shouldn't eat food حاجة بننهي عنها يبقى طبعا غير صحية يبقى unhealthy food my uncle is a photo of his friends doing giving making taking طبعا إحنا عدين take a photo يبقى taking a photo dream studies hard to hear dreams أي عندي ده جملة achieve dreams يحقق أحلى يبقى achieve hear dreams ممكن يجيلي dreams واختر achieve ممكن يجيلي achieve وشيل dream فنحفظ الجملة على بعضة there is a mouse my laptop next لازم معها تو مفيش عندي تو يبقى مش هتنفع in front of لازم معها off فيش عندي off مش هتنفع نيجي بقى between ولا نير between لازم معها مكانين مكان ومكان مفيش عندي إلا مكان واحد يبقى ما تنفعش غير نير we a picnic last week خلي بعينهم الزمن last week past في الماضي يبقى أنا عايزة زمن في الماضي طبعا كوني أنا بنتكلم على أساس لو كنت الأفعال عندي مضارع وماضي لكن كل الأفعال عندي ماضي أنا هنا عايزة picnic بديجي معها الفعلة إيه have a picnic طب الماضي من have هتبقى have a picnic for free يعني مجانا she likes work she likes voluntary work نعمل التطوير هو اللي بيبقى for that with money علي was brave he wasn't frightened of the big dog هو شجاع ما خافش من الكلب دوت حاجة منطقية أو حاجة طبيعية ده مترتبة عليه he wasn't frightened of the هو شجاع عشان كده لذلك he wasn't frightened of the big dog عشان كده ما خافش من ال a من افكار the note is ringing it's time to leave school إيه اللي بيرن طبعاً الجرس الجرس دي يعني bill bill دي معناها فطورة and bill معناها بكل ما حاجة التجمع من حاجة حسين and إبراهيم حسن our brothers حسين و إبراهيم طبعا twin our twin brothers twins brothers sally drinks milk she doesn't like it sally drinks milk she doesn't like it هي ما بتحبوش بقية هتشرب ولا لأ مش هتشربوا يبقى doesn't لو خطرت doesn't مش هتنفع لي عشان الفعلي هنا في a في s يبقى never لأن don't و doesn't بيجرام الفعلي في المصدر فمش ينفع هنا لا don't ولا doesn't خالص i went to the teacher room to call mister anas i went to the teacher's i went to the teacher's مستلوها أبوسترو في s teacher's room what is sara do عندي is يبقى doing ليه عشان عشان add the moment فيها زي الرحظة مدارة المستمر يبقى doing there is two rights أنا عايزة rice rice لا يعاد يبقى much give me my pen and take yours الدين الدين ألمي واخد الألم بتاعك yours how can you use technology at school أزاي بنستخدم التكنولوجي في المدرسة الأول أتكلم عن مدرستي أو أتكلم عن نفسي الأول وأقول مدرستي I am a student in prep school أنا أتغلف في المدرسة الأعدادية our school is modern مدرستنا متقدمة حديثة modern our school our school is clean our school is clean and and big نبدأ بعن الكلمة عن الفصل we have we have a computer in our classroom عندنا a computer for classroom we also have a printer we also have a printer we have we have a white board we have a white board وعندنا صبورة بيضاء we don't have a laptop we don't we don't we don't have a laptop modern technology is important modern technology is important modern technology is important or helps us modern technology helps us at school modern technology بتساعدنا في ايه في المدرسة المحافظات الشرقية المحافظة بتتكلم more ask us another about the holiday here holiday بيتكلم عن اجازة where did you go on holiday last year روحتي في الوليدي في المدرسة I went to ابدأ ادور على مكان هنا في المحافظة الاول قبل مكتب اي مكان did you swim in the sea انا عمت بائزا بلد فيها فيها بحر ما قالش اي بلد يبقى انا اختار اي بلد بس تكون لازم يكون فيها بحر I went to Alexandria do you swim in the sea عمت في البحر yes it was it was fantastic كان رائع what you eat قالت لها اي اي طلط الفش طبعا ما ديب what did you eat what did you eat where did you stay قعدت فين I stayed in a ممكن نقول هتل a holiday flat شقة الاجازة holiday flat in a holiday flat did you sand castle did you build a sand castle did you build انا اخترت هنا الفعلة في المصدر ليه عشان عندي did المحاكسة سوري البنك الكمبرانشة قطعت الفعل كل يوم طلبة من الكرة بيركبوا الدراجة للمدرسة it's a cheap and healthy it's a cheap and healthy way to travel انها طريقة سهلة وصحية رخيصة وصحية they can always arrive on time ويوصلوا في معادهم it also hard for children who live next to lake banyone in aganda في بحيرة في اوغندا their school is on the other side of the lake المدرسة بتاعتهم على الجانب الاخر من الايمن البحيرة فلازم يعبروا البحيرة so they don't walk ما ينفعش يمشوا to school they go in a cano بيروحوا في مركب صغير the cano takes the children to school and to home again every day كل يوم رايحين في الكانو جاين فيه in winter في الشتة there is a lot of snow طب بيبقى في جليد في الشتة في عدو ازاي in the usa the children travel to school to school on snow mobile اللي هي عربة الايه عربة السلجة what is the main idea of the passage الكتعة بتتكلم عن ايه عن طرق طبعا الذهاب الى المدرسة او الذهاب الى المدرسة how how we go to school how we go to school ازاي نذهب الى المدرسة او الطرق اللي احنا اه بنروح يعني الطرق اللي احنا بنروح بيها المدرسة مشي ولا بالكان ولا cycling ولا ايه او do you think it's useful to go to school on a bike yes مهم فعلا ان احنا نروح بالبايك ليه بقى it's cheap and healthy way to travel اهي همقول it's cheap and healthy way to travel بادي اجابة سؤال الثان how many countries are mentioned in this passage الدول اللي تذكر تعالوا وشوف الدولة اول حاجة اغندا USA مينة هي وايه كمان وايجبت يبقى three يبقى three countries three countries three countries three countries mentioned in the passage walk means to go ان انا امشي ده معنى go ايه ونفط اكيد cano is used in الكنو ده بيستخدم فين again يزدقن ايه اما يكون on other side their school their school is on the other side of the lake walk to school هنا في اغندا children from in uganda or animals that are like sheep اللي شكل الشيب مين القدس some children in Egypt to school bikes are fantastic يبقى cycle cycle to school معناه يركب الدراجة الى المبلس باسل has good hour and because I can't walk ويلة شيء كرسي متحرك computers and mobiles are examples of technology computer and by log امثلة للتكنولوجيا النقط is a big strong building from the past مبنى قديم اللي هو الايه الكسري القلعة كاتل دي معناها ماشية وكاتل دي يعني غلاية غلاية مية غلاية وكابتل يعني عاصمة لازم نعرف المعين زا نقط which I always remember is fish and rice fish و rice ده تعتبر وجبة وجبة يعني meal ده هيو يعني وجبة ميل دي يعني رسالة بريد بريد الالكتروني ميل دي يعني مذكر ميل دي هيو حدة كياس طول مونة عند هيبا ارزي our sister aged 12 اللي عمرهم الاختين اللي عمرهم واحد او الاخرين اللي عمرهم واحد بيبقى twins هدي وزهير جراند فوزر lives مدرع بسيط بيعبر عن الحقائق وهدي دي مفرد يبقى اختر الاسم مونة loves art at school لفظ ايه loves doing الفعل love و like love و like enjoy دي جوروه من الفرب بلاصل ing يبقى love is doing my friend is home working now ناو الان مدرع مستمر يبقى is printing this is Alice phone يبقى هتبقى علي ونحط له الابستر في s بتاعت الملكية ولا don't يبقى ولا doesn't ما ينفعش don't مع المفرد is there any printers printers دي جامعي يبقى are there are too much people البيبول تعد يبقى many your family رجرة سهلة جدا اي حد يقدر يحملي هتتكلم عن نفسك وعن عيلتك هقول i am a student ما يلقباش اسماء i am a student a prep school i have a lovely family my mother is my father is كل واحد بقى يكتب بطريقته my mother is ونكتب مسلا اي وظيفة my father is ونكتب وظيفة i have مثلا i have one brother and one sister i have one brother and one sister ايزا اقول احنا بنساعد بعدنا we help each other بنساعد بعدنا each other يعني بعضنا البعض مثلا ايه ايه ما ما بتساعدنا فعمل واقب my mother helps us to do our to do our 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 homework at week end at week end في اليوم اللي هو اللي اطلب قاتي منكم at week end we go to the club the cinema اي حاجة the cinema with او يعني الموضوع سهل جدا من اسهر ما يمكن وديت محافظة الشرقية وديت محافظة الشرقية